ايه هي المقامات؟ لو سألتك ايه دي هتقول ايه؟ تفاحة ولو سألتك ايه دي هتقول ايه؟ برتقانة ولو سألتك ده صوت ايه؟ هتقول حصان ولو سألتك ده صوت ايه؟ لما واخذة يعني هتقول جاموسة يبقى انت عينك بتميز الالوان والاشكال وودنك بتميز الاصوات السبتة في حياتك اللي بتتعرض لها بشكل كبير تعال انصعب الموضوع شوية لو شغلت لك الحصري قلت لك ده مين؟ هتقولي الحصري لو شغلت لك المنشاوي واسمعت صوته هتقول ده مين؟ هتقولي المنشاوي عرفت ازاي؟ ببساطة كده هي ثوابت في حياتنا بنكررها كتير وبتصبح ثوابت ابوك امك شيخك المجتمع اللي حواليك بيبدأ يتعارف على شيء معين ان اسمه كده حلو الكلام؟ حلو الكلام المقامات بقى هي عبارة عن طرق اداء تعبيري يعني احنا لو جبنا قارئ واحد وخلنا يقرأ نفس الآية وقلت له غير من طريقة الأداء مش عايزك تقرب نفس النمط ايه اللي هيحصل؟ هتبسط لأيه بيقول بنغامات مختلفة النغامات المختلفة دي هي المقامات طب بنستخدمها ازاي في التلاوة؟ او بنستخدمها ليه في التلاوة؟ لان تغيير المقامات بيساعدك على تغيير الاحساس اللي واصل للمستمع يعني المقام هي وسيلة للتعبير عن احساس القارئ ومحاولة منه لتفسير معاني القرآن الكريم بصوت معين وبشكل معين يعني باختصار المقامات هي طرق الأداء النغمي لأداء القرآن الكريم بصوت حلو وبأشكال متعددة وكده كده حضرتك لما بتجي تقرأ بتقرأ على مقام معين انت مش عارفه طب بتقرأ ازاي بيه وانت مش عارفه بتقرأ بيه من كثرة استماعك ليه وانت مش واخب بالك يعني انت بتسمع كتير قوي للشيخ الحصري فلما تيجي تقرأ هتقرأ بأسلوب الشيخ الحصري طب بتقرأ للشيخ الحصري والمنشاوي وعبدالباسط والشيخ مصطفى اسماعيل والنزد كلها لما تيجي تقرأ هتلاقي عندك حصيلة كبيرة فتحتار تقرأ بانه أسلوب فتقرأ وخلاص وزي ما تيجي معاك المهم انها هتيجي على مقام من المقامات هتيجي على نغمة من النغمات هتيجي على أسلوب من الأسالي الأسلوب ده بقى اسمه مقام يعني انا لما جاقول بسم الله الرحمن الرحيم دي نغمة ولما جاقول بسم الله الرحمن الرحيم دي نغمة تانية ولما جاقول بسم الله الرحمن الرحيم نغمة تالتة ولما جاء يقول بسم الله الرحمن الرحيم نغمة ربعة أيا كان اسمها إيه هي نغمة مختلفة المقامات هي النغمات المختلفة دي أتمنى أكون قدر توصل لك يعني إيه مقام لو عجبك الفيديو تنساش اللايك والشير ولو عندك سؤال سيبهونا في الكومنتات وتابعونا في الحلقة الجاية